لو بصنا على المثال الرقم 6 بيلي تكامل x power 2 cosine 3x dx برضو هنحل المثال ده بإنتجريشن باي بارتس فبقى أنا عندي هنا اليو وي الدي في الده اللي اللي أنا سهل أشتاقها هي الـ x power 2 واللي أنا سهل أكاملها cosine 3x dx يبقى أنا عندي هنا الديو 2x dx أجي أجيب الـ v هيبقى cosine تكامله sine 3x over 3 تمان هنيجي نشتغل عادي دفده مينس دفده هذا هيساوي x power 2 over 3 sine 3x minus تكامل هنا في 2 على 3 بره يبقى هنا في 2 على 3 تكامل x sine 3x dx ألاحظ هنا أن التكامل ده مش هعرف أحله أنا عندي x وعندي sine 3x فهشتغل التكامل ده باي بارتس يبقى أنا هعمل في المسألة دي باي بارتس مرتين هاخد اليو بـ x والدي في بساين 3x dx فيبقى أنا عندي الديو dx والـ v تكامل الصين هو سالب كوزاين 3x over 3 تمام لو جينا هنا نكامل بقى يبقى التكامل ده هيساوي ايه؟ أنا دلوقتي أنا بجيب تكامل الـ x sine 3x dx بكتبه هيساوي ايه؟ هيساوي دفده يبقى فهنا منس x كوزاين 3x over 3 هنا منس تكامل دفده فهنا في منس فهنا بلس وهنا في تلت بره تكامل كوزاين 3x dx dx تمام يبقى ده هيساوي ده هينزل زي ما هو plus التلتة هينزل زي ما هو تمام كوزاين 3x لما هنيجي نكملها تكامل الكوزاين هو ساين فهيبقى ساين 3x over 3 plus c هنيجي نعمل ايبقى دلوقتي انا عندي ده كله هو تكامل الجزء ده فهشيل انا بقى الجزء ده وحط ده كله يبقى في الاخر المسألة هتساوي اكس سكوير اكس سكوير over 3 ساين سري اكس ماينس خلي اللي اتنين على تلتة دي بارشة زي ما هي ساين سالب اكس كوزاين 3x over 3 هنا ممكن ادخل التلتة ده هايبقى بلاس ساين سري اكس بس over 9 بلاس السي كده يكون حل مسألتنا خلص يبقى اذا لما في المسألة دي عملت انتجريشن باي بارتس مرتين مرة وقفت لحد هنا بعد كده عملت انتجريشن باي بارتس تاني والنتج اللي اطلعلي خدته وعوضت بي هنا يبقى كده حل المسألة بتاعي خلص